السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن الله وإن الله يرجعون توفى لرحمة الله تعالى الشعر الفلسطيني الكبير مريد البرغوسي ومريد البرغوسي من الشعراء العروبة الكبار وهو الشعر الفلسطيني مناضل وله أعمال عظيمة جدا ومن موليد 8 يولو 1944 وتوفي اليوم 14 فبراير 2021 ولد في قرية دير غسانة قرض رامالة في الضفة الغربية وطلق تعليمه في مدرسة رامالة السنوية وسفر لمصر العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة العربية وأدابها العام 1967 وهو العام الذي احتلت في إسرائيل الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين الذين تصدفوا جيدوا بخارج البلاد من العودة إليها وعن هذا الموضوع كتب مريد البرغوسي في كتابه الذائع الصيد رأيت رامالة في الحصول على شهادة تخرجي وفشلت في الحصول على شهادة تخرجي وفشلت في الحصول على حال أعلق عليه شهادتي ولم يتمكن من العودة إلى مدينة رامالة إلا بعد ذلك بثلاثين عاما من التنقل بين المنافر العربية والأوروبية وهي التجربة التي صغى في سيرة روائية تلك ولد مريد البرغوسي في 8 يولو تموز عام 1994 في قرية دير غسانة قرب رامالة في الضفة الغربية وطلق تعليمه في مدرانة سرامالة السنوية وسفر إلى مصر عام 1973 وتزوج من الروائية المصرية الراحلة رضو عشور في 26 مايو 1976 حتى 30 نوفمبر 2014 فهو أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين الشمس والقاهرة ولهما ولد واحد وهو الشعر ولكديم تميمي البرغوسي ديوان البرغوسي نشر ديوانه الأول عن ضر العودة في بيروت عام 1972 بعنوان الطفان وإعادة التكوين ونشر أحدث دواوين عن ضر يد البيئة الرئيس في بيروت بعنوان منتصف الليل عام 2005 وأصدرت له المؤسسة العربية لدراسات والنشر مجلد الأعمال الشعرية الكاملة عام 1997 وفي أواخر ستينات تعرف على رسام فلسطيني راحل ناجي العلي واستمر صداقتهما العميقة بعد ذلك حتى اغتيال العلي في لندن عام 1987 وقد كتب عن شجاعة ناجي وعن استشهاده بأسهاب في كتابه رأيته رام الله ورساه شعرا بعد زيارة قبره قرب لندن بقصيدة أخذ عنوانها من إحدى رسمات ناجي أكله الزيب في بيروت تعرف على غسان كنفاني الذي اقتاله الإسراليون عام 1972 عرف مريد بدفاع عن الضر المستقل للمثقف واحتفظ دائما بمسافة بينه وبين المساسة الرسمية ثقافيا وسياسيا وهو أحد من اتخذ اتفاقات أوسلو سجنته السلطات المصرية وقامت بترحيله عام 1977 ثم أسر الزيارة الرئيس المصري راحل محمد رسدت لسرائيل وظل ممنوع من العودة لمدة 17 عاما وكان أول ديوان نشره بعد طرده من مصر هو ديوان الأكثر شورى القصيد الرصيف عام 1980 حصل مرد البرغوسة على جهزة فلسطين في الشعر العام 2000 وفي كلمته التي تلقاه باسم الفيزين في كل فرو وعها يوم السلامة جهزة في قصر ثقافة برام الله انتقد السلطة الفلسطينية بحضور قيادتها في القاعة على المعلن وعلى العالم والمضمرة فيه خياراتها السياسية وكرر ما هو معروف عنه من تشبسه بالدور الانتقادي المثقف باستقلالية الإبداع ترجمة أشعاره إلى عدد لغات وحزة كتابه الناس اللي رأيته الله دار الهلال عام 1997 جهزة نجيم محفوظة الأداب فور ظهوره وصدر حتى الآن ستة طبعات عربية وصدر باللغة الإنجليزية بترجمة الأداب سويف ومقدمة لأدوار السعيد في ثلاث طبعات عندنا النشر بالجامعة الأمريكية في القاهرة ثم عند دار راندوم هاوس في نيويورك ثم عند دار بلمزيري في لندن ثم ترجمة إلى لغات عديدة شارك بريد البرغوسي في عدد كبير من اللقاءات الشعرية ومعارض الكتاب الكبرى في العالم وقدم محاضرات عن الشعر الفلسطين والعربي في جامعات القاهرة وفاس أكسفورد ومنشستر وأوسلو ومدريد وغيرها وتم اختياره رئيسا للجل تحكيم الجائزة الجوال العربية عام 2015 وكان يهتب البرغوسي في قصيدة بالمشترك الإنساني مما يجعل الشعره بلغة تأثير في قرؤه أي أن كانت جنسياته ويكتب لغة حسية مادية من موسى ويعمل على ما يسميه تبرير اللغة أي إبعادها عن البطولية والطنين وتخلق قصيدته من التهويمات والهديان وهذا ما ثام في توسيع دائرة قرؤه في العالم من أصدارات الشعر الراحل رحمه الله الطفان وعادة التكوين عام 1972 عن ضر العودة بيروت فلسطين في الشمس عام 1974 عن ضر العودة بيروت نشيد للفقر المسلح عام 1977 لإعلام الموحد بيروت الأرض تنشر أسرارها عام 1978 دار لأداب بيروت قصيد الرصيف 1980 المؤسسة العربية لدراسات والنشر بيروت طال الشتات عام 1987 دار الكلمة بيروت نيوكوسيا قبرز رنت الإبرة ومنطق الكائنات وليلة مجنونة والناس في ليلهم وظهر الرمان ومتصف الليلة ومجلد العمل الشعرية عام 1997 والعمل الشعرية الكاملة عام 2013 والعمل الشعرية الكاملة عن ضر الشروق الكاهرة والصيقص حتى تحلم عام 2018 عن ضر رياض رئيس الكتاب والنشر والكتب والنشر بيروت ومن كتاباته في النصر رأيت رام الله ولدته هناك وولدته هنا كتاباته النسرية وتم الإعلان عن وفاته في الرابع عشر من فبراير عام 2021 ميلادين موافق أتنين ورجب ألف أربما أتنين وربعين أجلان عن عمرنا السبعة وستين عاما حيث كان قدشر ابنه تميم عبر حسابه في موقع فيسبوك مريد البرغوسي كما غير صورة حسابه للون الأسود إنا لله وإنا ليرجعون والبقاء لله